تاني عبارة عايزة اروح له وكان توبك على السوشيال ميديا تصريحات لأحد مسؤولي نادي الزمالك اعتراضا على مشاركة مصطفى شبير مع منتخبنا الوطني طبعا مصطفى شبير لعب مع المنتخب وهو واحد من المرشحين لجيزة أفضل حارس مرمى في قرة إفريقيا واحد مرشح ضمن جيزة أفضل لعب في القرة الإفريقية يعني انت عايز تقول ان حارس مرمى مرشح لجيزة أفضل حارس وأفضل لعب ما يلعبش مع المنتخب مش منطقي ولا طبيعي وبعدين لما الشناو ما يكونش موجود مين اللي هيكون بديل على طول أكيد مصطفى شبير يعني هيكون مين تاني يعني طبعا أنا مصفق على تصريحات المسؤول في كلامه الغير مسؤول في هذا الشأن بس أنا مش عايزة أتزمرك والله يعني أنا مش عايزة أصدر لك صدمة وأقول لك أصل الحارس الأول الشناو والحارس التاني مصطفى شبير هتعرف تعدي معي لغاية كم الحارس التالت حمز علاء حارس المنتخب الأوليمبي واللي جاي في المستقبل الفترة اللي جاي بعد حمز علاء تلاقي مصطفى بخلوف تعدي معي لغاية كم نوصل لغاية سن 16 سنة إياد تامر حارس مرمى الأهلي تحت 16 سنة تعدي معي لغاية كم كل دول حراس دوليين في كل المنتخبات من المنتخب الأول للأوليمبي السابق للشباب للناشئين حراس كل المنتخبات هم حراس مرمى النادي الأهلي حتى انت لما كنت موجود في جهاز المنتخب كنت بتعتمد على حراس مرمى النادي الأهلي حتى جهاز المنتخب وقتها وانت بتشتغل مع جهاز المنتخب اللي عمل شغل كبير بقيادة العظيم كابتن حسن شحاتة كان اعتبادكو بنسبة 78% على لعب النادي الأهلي على فكرة الشغل الفن ده نتاج مشروع بيحصل جهاز نادي الأهلي بس الأهلي بيشتغل من غير ما يقول ولا بيعمل شغل ولا بيقول شعرات لكن نتيجة شغل الأهلي بتشوفه في الملعب تلاقي الشنناوي تلاقي مصطفى شبير تلاقي حمز علاء هتلاقي مصطفى مخلوف هتلاقي يا التامر هتلاقي كل الأجيال اللي جاية دي في الفترة اللي جاية تتصدم بقى ما تتصدمش ترجعلك انت لكن اتمنى يعني لما الناس تتكلم انت دلوقتي بتتكلم على حارس مرمى منتخب مصر المرشح الأول لجائزة أفضل حارس في القرى الإفريقية وأفضل حارس دي ما بيجيش من فراغ والقرى الإفريقية كلها بلا استثناء عرف الجائزة دي نتيجة مستوى وأداء ومباريات وبطولات حارس 24 ساعة 24 سنة كان هو حارس عارين النادي الأهلي في بطول الدورة أبطال إفريقيا من أول مباراة دول المجموعات حتى المباراة النهائية في ظل غياب الحارس الأول في القرى المصرية الكابتن محمد الشناو وتلعبت مباراة قوية لعبت مع مازينبي في لومنباتش وحفظ على نظافة شباكه لعبت مع التراجي في رادس وحفظ على نظافة شباكه في حراس مرمى بأسماف عندها تانية مجرد بس ما بيتسافر تروح لكلغة ديمقراطية ولا في تونس ولا في المغرب بالتلات أربعة تجوان فالأهلي عنده حراس على أعلى مستوى فكرة بقى أن أنا مش هود لعبت المنتخب أنا مستني كل البهوات اللي كانوا بيطلقوا يتكلموا على الوطنية واللي كانوا بيدعوا الوطنية واللي كانوا بيصدروا دايما وبيزيدوا على النادي الأهلي في الدعاء الوطنية في فكرة الأهلي لما كان بيقول لعبت هتخش في الأجندة الدولية أنا عندي راحة فلعبتي المفروض تقود راحة دلوقتي لما الأهلي ساب لعبته راحة لعبة كاس أم إفريقيا وكان الأهلي عنده كاس عالم أندية الإعلام وقتها مش عايز أقول لكم كان إزاي بيكلم على الأهلي والمزايدة على النادي الأهلي في موضوع الوطنية أنا مستني بقى أرد الفعل بعد الكلام الغريب اللي تقالي مبارح على فكرة لعيبة تروح للمنتخب هنناقش قرار نروح للمنتخب ولا مروحش للمنتخب مستني أسمع مستني أشوف مستني الموضوعية عند الناس هنا بقى ولا الأمر بيختلف من مكلة أخر ولا الأمر بيختلف حسب الألوان والانتماءات تصريح اللي تقالي مبارح ده ده تصريح كاشف عن مين اللي بيزايد في موضوع الوطنية أصل المنتخب الأولمبي لما كان عايز لعيبة فحنا ممكن نودي اللعيبة لأن الأهلي وقتها كان مد راحة للفريق فقال لك أصل الأهلي ما بيوديش طب مبارح تصريح ست وصورة رد فعلكم إيه دلوقتي رد فعلكم إيه وإنتوا عندكم تاريخ كبير جدا في مسألة إزاي النادي الأهلي كان دايما بيحط مصلحة المنتخب قبل مصلحة النادي في المباريات الرسمية اللي كان بيشارك فيها حتى على المستوى الدولي مش المستوى المحلي استنى شوف التعليقات والردود الفعل بس تصريح كاشف لكل الألوان ولكل الآراء اللي كانت بتتكلم في الفترة اللي فاتت والنهاردة وبكرة العملية مش بعيدة هنسمع ردود الأفعال